قلوات المجد للأطفال أمان لطفلك وراحة لبالك أنا مشتهد جدا جدا أنا طالب نجيب أنا أقرأ بشكل صحيح رياض يستعد للمدرسة قام رياض من نومه صفوان صفوان ما الذي أسمعه؟ إنك تسمعين أخاك صفوان يتعلم ويقرأ حقا؟ وكيف يقرأ صفوان؟ لا قد قرأ صفوان بشكل خارق وذكي لأنه متميز دائما نعم أنت ذكي لكن اسمعني كيف كنت تقرأ مرة أخرى؟ حسنا حسنا رياض يستعد للمدرسة قام رياض من نومه لا إنك تخطو مرة أخرى وتقرأ من دون تشكيل أو حسنا 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 لقد فهمت لقد فهمت لقد فهمت رياض يستعد للمدرسة رياض؟ لو يعرف رياض ماذا تفعل باسمه لترك البلد وغادر ولماذا يغادر يا مزنة؟ أنت لا تريدينني أن أقرأ عليك كذلك؟ يا صفوان يا أخي العزيز أخبرتك كثيرا أن الاسم في بداية الجملة مبتدأ والمبتدأ مرفوع دائما ولكنك الآن تنصبه فلماذا؟ آه عرفت عرفت رياضه 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 أحسنت يستعد آه يا صفوان اتل النصب مرة أخرى نصب؟ ماذا تقصدين يا مزنة؟ أقصد أنها مضارع مرفوع أيضا أي قل رياض يستعد والأصوب أن تقول يستعد رياضه آه لقد فهمت لقد فهمت لكن السؤال الأهم يا مزنة هل أنت متأكدة أن رياض استعد؟ صفوان علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع